في الشأن الفلسطيني أطلقت زوارق الاحتلال الحربي عدة قذائف وفتحت نيرانها قبالة شوطأ بحر مدينة رفح الفلسطينية جاء ذلك فيما توصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السبع والعشرين بعد المائتين على التوالي عضوانها وقصفها لمناطق عدة في قطع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحة وأفدت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور نتسارم جنوب مدينة غزة أطلقت قضائف على المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة فيما شن طيران الاحتلال الحربي غارتين على الأقل على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة